موسيقى فتاة أصيلة بعمر القدر سموت بها عن قلوب البشر وراحت عيوني لمرأة تعال مسبح مبتعها في مصور فها قطعة من رخام تعشق رائحة اليسمين فأزهر جوري وريحان مسك وعنبر فاح بصرح تلون أخضر علىه هلال وذان حلاه أذان باسم الخلق كبر زاد دقات الأشراف عيدا نداء صلاة بها الروح تطهر فتعبق بالبخور مطارحا يحنو بها كل قلب التحجر موسيقى 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 دمشق بمجموعة من الفقرات يلي بتتناول عدة مواضيع اجتماعية وطبية وفعاليات من مختلف المحافظات السورية يلي بتتوقف عند نبض الحياة في سوريا يلي عم نستمده دايما بفضل انتصارات وتضحيات رجال الحق رجال الجيش العربي السوري بدي صبح على جميع مشاهدين مرة تانية وكمان بدي صبح على زميلتي سلمة يسال صباحك نور صباح الخير إليك وصباح الخير لكن المشاهدين وينما كانوا عم بيتابعونا من دمشق عاصمة الياسمين يوميا بنطلع عليكم من هالأرض يلي سجلت اسمها بصفحات التاريخ بحروف من نار ونور وكانت أيقونة للعالم بأسره بالصمود والوقوف بوجه الإرهاب يلي عمل على ضرب عصب الحياة فيها إلا أنه إرادة السوريين أقوى وإيمانهم بانتصارات جيشهم أثبت لكل جندي سوري موجود على جبهات القتال بنقلكم صباحكم عز صباحكم نصر أكيد رح نبدأ محطاتنا لليوم ولكن بعد هالفاصل الصغير نور قبل ما نبلش أولى محطاتنا لليوم ونحن جايين كنا نقرأ شوية أخبار الصباح مر معنا خبار عن الاستيقاظ المبكر والساعة البيولوجية وخصوصا أنه قربنا نغير توقيت الساعة هلا وكننا نحكي أنه فعلا وقت بتصيري بتفئي بكير يوميا بتصير حتى يوم العطلة لحالك تلاقي حالة كفائقة بكيرة تحسي حالك مثل المنبه يعني كل يوم مثلا بتفئي سبعة وخصوصا في مجال شغلنا نحن بتفئي كتير بكير يكون عندك كتير كتير كسر من النوم مع ذلك يوم العطلة بتفئي الساعة سبعة بدون أي منبه تحسي دائما في تحفيز داخلي أو في شيء بالعقل الباطن بينبهك فبتفئي لا إرادية لا إرادية إن شاء الله هيك يكون هذا النهار نهار خير ونشاط وحيوية ومثل العادة خلينا نروح سواء نقلب روزنامة التاريخ ونشوف بكل يوم في حدث جديد بيستجل بالذاكرة وبترك بصمة شو هي الأحداث يلي شكلت حكاية اليوم منتابعة سواء بالتقرير التالي لكل يوم أحداثه وأخباره منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر في مثل هذا اليوم من عام 1632 توقيع معاهدة سان جيرمان إلى السيطرة الفرنسية بعد أن سيطر عليها الإنجليز في عام 1629 وفي عام 1921 سعد زغلول ورفاقه يعودون من المنفى إلى القاهرة وفي عام 1967 فرنسا تدشهن أول غواصة نووية لها وفي مثل هذا اليوم من عام 1973 الولايات المتحدة تنسحب من فيتنام بعد أن فقدت نحو 50 ألف من جنودها وفي عام 1974 مسبار ناسا مارنير عشرة يعتبر أول مسبار فضائي يحلق فوق كوكب عطارد ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1927 جون روبرت فان عالم أدوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب في عام 1982 وفي عام 1941 جوزيف تيلر عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1993 أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1982 كارل أورف موسيقي ألماني وفي عام 2003 كارلو أورباني طبيب إيطالي اكتشف الالتهاب الرئوي اللانمضي الحاد سارس ومات به صباحنا لسه بأوله ويمكن سواء نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ نهاركم سعيد سلمة كثير من الشخصيات سجل اليوم تاريخ وفاتها أو ولادات أو ولادت وكان إلى أثر كبير بالتاريخ خلونا نتعرف مع بعض مين هي شخصيتنا لليوم بالتقرير التالي كارلو أورباني طبيب إيطالي أول من اكتشف الالتهاب الرئوي اللانمضي الحاد سارس قبيل وفاته في تايلند في عام 2003 متأثرا بالمرض الذي اكتشفه هو بعد إصداره التحذير مبكر لمنظمة الصحة العالمية ما أدى لإنقاذ حياة ملايين البشر حصل أورباني على شاهدة الطب من جامعة أنكوا وترأس فرع إيطاليا من منظمة الطباء بلا حدود وتسلم مع آخرين جائزة نوبل في السلام لعام 1999 التي منحت لتلك المنظمة انتقل أورباني بعد ذلك للعمل في منظمة الصحة العالمية واستقر به المقام في هانوي بفيتنام حيث كان اهتمامه الأول هو مكافحة الأمراض الطفيلية في شباط من عام 2003 اكتشف أورباني نتيجة لمعيناته مريض بأحد مشافي فيتنام مرض معدن جديد وسريع الانتقال أخبار أورباني منظمة الصحة العالمية على الفور ما لفت الانتباه إلى هذا الوباء كما نجح في إقناع وزارة الصحة الفيتنامية بالشروع في عزل المرضى وفحص المسافرين سعياً لكبح جماح الوباء قبل تفشيه التقط أورباني العدوى أثناء علاجه لمرضى السارس أثناء سفره بالطائرة لحضور مؤتمر في تايلند وبعد هبوطه من الطائرة استدعى طبيب كان في استقباله بالمطار سيارة الإسعاف ونقلا إلى جناح للعزل في أحد المستشفيات ولم يسمح لزوجته بالحديث إليه إلا من خلال جهاز الاتصال الداخلي أخذت وظائف رئتي أورباني تدهور وبدأت تنتبه نوبات من الغيبوبة وفي صباح 29 من أذار في عام 2003 توفي كارلو أورباني بعد أنقضى 18 يوماً في العنية المركزة سلمة أولى محطتنا الصباح لليوم أكيد مع أنشطة اتحاد الناشرين السوريين المؤسسة يلي عم تشهد على استمرار نبض الحياة الثقافية في سوريا أكيد نورها الاستمرارية سواء من خلال متابعتها لحركة النشر أو حتى الأنشطة الثقافية يلي عم يشهدها الشارع السوري أو من خلال مواكبتها ومشاركتها بيئة المعارض والتظاهرات الثقافية بيئة الخارج لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستوديو وصيد هاي سامة حافظ رئيسة إحاد الناشرين السوريين سعد صباحك أهلا وسهلا فيك سعد صباحك وصباح السادة المشاهدين بصباح ياسميني دمشقي مفعم بالحيوية ومفعم بنبض من النشاط ومفعم أيضا بشباب عم نشوفها بعم تشتغل بحيث تقدم شيء لهذا المجتمع أنا بلفت نظري البرنامج يلي كنتم حاطينه اللي هو يوم على وفاة أحد العظماء أو يوم على ولادة أنا فيني أبدأ من هذا المنطلق وقول أنه نحنا بـ 23 نيسان هو يوم وفاة الكاتب الكبير وليام شكسبير يلي هنه نحطوها يوم العالمي للكتاب وهو بنحتفل فيه بشكل كتير كبير ونحنا بسوريا بشكل خاص قررنا بأنه يكون يوم الكتاب السوري نحنا إذا نحنا عنا يوم 23 نيسان القادم حيكون كل المجتمع السوري عم يحتفل معنا بيوم الكتاب السوري وهي حتكون فيها نشاطات ثقافية كبيرة حتكون نشاطات مركزة بسوريا هذا اللي كنت أسألك عنه أستاذ هيسم قديش فعلا اليوم رغم كل الظروف الأزمة اللي عم نعيشها رغم كل تحديات في مواجهة الإرهاب قديش فيه حركة فعلا فكرية وثقافية بالبلد قديش فعلا اتحاد الناشرين عم يحارب بالقلم بالورقة والله أنا فيني أقول لك شغلة المفاجأة الكبرى يلي نحن عم نشوفه نحن كناشرين كناس نشتغل في مجال الثقافة كناس نشتغل في مجال الإبداع عم نشوف أهم شيء إنه الشباب اليوم أنا عم نشوفه روح الشباب بكل أمانة وبكل صراحة هي اللي عم تتناول معنا هذا الجانب هي اللي عم تقدم لنا اليوم الإبداع الجديد نحن اليوم كل ياتنا فيني أقول في خندق واحد في مصلحة هذا البلد كل ياتنا الآن نتجه إلى مصلحة وحدة الطبيب في مكان عمله المثقف في مكان عمله المبدع أيضا الكاتب الجندي الطيار كل ياتنا اليوم هدفنا بناء سوريا كل باتجاهه أنا كتير ممنون لهذه الغيرة عند الشباب لتقديم شيء جميل أنا فيني الفت نظرك لشيء كنا من يومين في مؤتمر مؤتمر الجائزة جائزة الرواية العربية الرواية العربية اللي نظمة اتحاد الكتاب العرب مشكورا ما طبيعي أكثر من 50% 60% من الحضور كان من الشباب وهذا بيرفع من سوية التألق اللي نحنا عم نشوفه اليوم بمجتمعنا بيرفع من سوية العمل اللي نحنا كلنا عم نقدمه مو بس اتحاد الناشرين السوريين عم يشتغل مو بس الكتاب عم تشتغل اليوم الاتحاد الناشرين الناشرين الكتاب المثقفين كلنا عم نشتغل لنقدم بلدنا بصورة إيجابية تماما هذا الكلام أنا بتصور حكينا بأكثر من مناسبة ونحنا إلنا أنه نحنا دوما عم نقدم شيء وظهرنا كناشرين سوريين بالمحافة العربية والمحافة الدولية بشكل إيجابي عنه هو المشاركة اتحاد الناشرين بالمعارض العربية والأيضا الدولية يعني مشاركتكونا الأخيرة يمكن كانت بالقاهرة أبلا بلبنان ودول تانية شاركتو فيها نحنا تقريبا فين يقول أنه اتحاد الناشرين السوريين والناشرين السوريين لم ينقطعوا على المشاركة في كل المعارض العربية وعدد كبير من المعارض الدوليين نحنا آخر معرض كان عنا كان معرض مسقط حوالي 80 ناشر سوري مشارك وهذا الرقم ليس رقم بقليل تماما يعني رقم كتير كبير وكتير مهم يعني شكلنا نسبة كتير مهمة يمكن يكون شكلنا 20% من حجم المعرض رغم كل الواقع اللي خليني يقول فرزته وما عد بدنا نقول الأزمة خليني نقول فرزه والحدث السوري لأنه خلص لازم نخلص منه لازم نقول ودهش كان فيه اقبال يعني دهش كان فيه اقبال الأقبال على الكتاب السوري على فكرة بشكل كتير كبير ومفاجأة كانت إلون يمكن يعني طبعا أنه نحنا اليوم متواجدين يعني فيه نحنا عنا خطوط كاملة كانت يعني في المعرض موجودة فيها ومتواجد فيها الناشر السوري كان بصراحة كتير كبير الاقبال وحتى المواطن العماني المواطن العماني الطيب كان متفاجئ بهذا الإقبال السوري الأهم واللي أنا بدي خبرك يا ولازم نعرفه أنه الوزارات العمانية اللي مثلا خليني أقول وزارة التربية المؤسسات الحكومية وزارة التربية وزارة الثقافة وعندما تأتي إلى اقتناء كتب لتسري مكاتبها فكانت عما تختار من الناشر السوري وهذا الشيء يرفع يعني فعلا يعني نحن اليوم رغم كل التفاقنا مو أزمة كل الحدث اللي صار عنا نحن اليوم لازلنا متجهين للبناء لازلنا نعمل بعمل شبابي عم تكون يمكن الفعاليات مكتفة أكتر تماما ولازلنا نحن عم نقدم الجانب الإيجابي إن كان بنعكس حضارة مجتمعنا ونعكس واقع مجتمعنا العلمي والمعرفي لأنه اليوم نحن بصراحة الكتاب هو انعكاس لواقع معرفي كبير نحن اليوم نحن جيل ما نحن بناء اليوم نحن لنا حضارة من سنوات ولازلنا نبني نبني مو بس بسوريا نبني القرص الثقافي مو بس بسوريا نحن نبني في كل المجتمع العربي ونقدم نحن كمجتمع سوري بنينا ولازلنا نبني طيب أستاذ هايسام خلينا نحكي بالأرقام أني حضرتك دائما بتمدنا هيك بمعلومات دقيقة مثل ما بنقول بالأرقام اتحاد الناشرين السوريين خلال فترة الحرب أصدر أعداد كبيرة من الكتب ونشر أيضا أعداد كبيرة من الكتب بالأرقام ولو لمحة سريعة نحن بصراحة الأرقام الآن اللي نحن اشتغلنا عليها برغم هاي السنوات كلها طبعا كانت كتير مفاجأة حتى أنا فيني أقول لك نحن نحن بتصور في عنا سنة من السنوات وأنا قلت لكم هذا الكلام اللي هو كانت عام 2012 صار فيه ركود أما باقي السنوات اليوم نحن اتجهنا اتجهنا وعاد النشر السوري نحن اليوم في عندي عدد من الناشرين أنه تبقلك أن يوم نحن كنا مثلا قبل الأزمة وقبل الحدث السوري هذا المتعب كنا نحن عدد الناشرين السوريين ما يقارب 150 ناشر نحن اليوم قاربنا إلى 250 ناشر كنا نشارك في المعارض العربية قبل الواقع اللي نحن مرنا فيه كنا نشارك مثلا حنفطرد بـ 30-40-50 اليوم نحن في بعض المعارض تجاوزنا أو وصلنا إلى 80 قاربنا المئة فهذا الموضوع على فكرة هو دليل عافي ودليل صحة رغم كل الأزمة لكن هذه العافية وهي صحة هي موجودة وين؟ موجودة في داخل إرادة السوريين يعني أنا أبأكد أنه نحن كلنا كسوريين ما انقطعنا عن الإرادة وعن العزيمة وكننا فعلا حقيقة أنت اليوم بمكانك أعلامية كنت اليوم مناضلة وكنت تتابعي هذا الحدث من خلال البناء من خلال مكانك نحن اليوم كناشرين سوريين حققنا في هذا البناء وفي هذا التطور للكتاب السوري اللي صار الكتاب السوري في نقلك من الأرقام المهمة جدا على الصعيد العربي حتى على الصعيد الدولي يعني أنا أقول على الصعيد الدولي أيضا أصبحنا نواكب التطور التقني في الطباعة وأيضا في النشر ليس فقط في العالم العربي وأيضا كنا نشارك في بعض المعارض العربية اليوم جميع المعارض العربية متواجدين فيها حتى نحن كنا عم نقول الوطن العربي شاركنا فيه اليوم في عنا مؤتمرات في مؤتمرات عم تصير ليست في العالم العربي أيضا فبدأنا اليوم في أن على الناشر السوري أن يغزو هذه المؤتمرات وأن نقدم صورة لامعة وصورة جيدة عن تواجد أيضا الدولي يعني ليس فقط تواجد عربي نحن اليوم الأرقام كل ما لا عم تنمو وكل ما لا عم تكبر وأنا بقول هو ليست فقط سياسة اتحاد الناشرين السوريين بكل أمانة هي بكل وضوحه هي نهضة شبابية عند الناشر هي خليني يسمي لك ياها إرادي قوية عند المثقف السوري إلى بناء وإعادة التطور والكمال لسوريا وهد فعلا مستمر بجميع النشاطات اللي عم تقوموا فيها في اتحاد الناشرين السوريين الأستاذ هيثم الحافظ بدي أتشكرك على وجودك معنا منتمنى لكم التوفيق على جهود الجبارة اللي عم تقوموا فيها شكرا كتير لك وأنا كمان شكرا لكم وأنتو كمان جهودكم مشكورة وأيضا أعمالكم مبرورة وأنتو أيضا الإعلام نحن وياكم واحد ومنقدم صورة ناصعة للمجتمع السوري وأشكرا لكم بدمشق برعاية وزارة الثقافة مديرية المسارح والموسيقى كاميرا الأخبارية السورية رصدت الأجواء ورجعت لنا بالتقرير التالي نستطيع أن نقول بكل بساطة أننا نحاول لا أقول أننا نبلغ كل ما نصب إليه تارة المسرح يفيق وتارة أخرى يخبو لكن كل هذا يصب في خانة أننا نحاول ونعمل ونجتهد لكي نحافظ على مسرحنا ولكي نكمل رسالة أبو خليل القباني الذي أسس المسرح في سوريا أنا لست مع الأصوات المتشائمة الكئيبة التي تبكي وتتباكى يا أخي المسرح باب مفتوح أهلا وسهلا بالجميع أبو خليل القباني يا عزيزة من كان علي أن أخذي وجهي دفعتم رجل أهلا أهلا ودفعتم فانتهبته ديران مباشرة فخلحته عنه زدرته لكي أخمد ديران عنه ولكن عبدت فقد كان مغطصا بزيت المحاجكة أهلا بزيت المحاجكة تحت شعار تحية إلى جيشنا الباس القدوتنا ورمو السمودنا أقام فرع منظمة طلاقع على البعث في محافظة الحسكة معرضا ثانيا للأعمال اليدوية قدموا من خلاله رسومات عبروا فيها عن أحاسيسهم وحبهم لوطنهم وذلك في مدرسة النهضة الخاصة للتعليم الأساسي تفاصيل مع المراسلنا أحمد حمدوش لأنهم أطفال سوريا يحق لهم الإبداع والحياة وتحت شعار تحية إلى جيشنا الباسل قدوتنا ورمز سمودنا أقام فرع منظمة تلائع البعث في الحسكة معرضا ثنيا للأعمال اليدوية ورسومات للأطفال وذلك في مدرسة النهضة الخاصة للتعليم الأساسي بالحسكة ورعايتهم هذه المدرسة والإشراف عليها والحرص الدائم على تقديم المادة العلمية الصحيحة لأبناء الطلبة وكل عام وأنتم بخير وكل الشكر لكل الجهود المبدولة في ذلك الفرح الذي يأتي من أطفال تلائع البعث يأتي فرحا سوريا بامتياز أرادوها أطفال تلائع البعث في هذا العام وهم يقدمون معارضهم السنوية أرادوها سوريا الأمن والأمان والاستقرار رسموها في لوحاتهم بأناميلهم الغضة اليوم بأمس الحاجة لهالطفل نقوي معنوياته يوقف جنبا مع جنب مع جيشنا العربي السوري مثل ما عم بيحارب على حدودنا عم بيدافع عنا عم بيدافع عمودنا عم صغيرنا وكبيرنا هيك شفنا أعمال الطالب أغلب الصور هي اللوحات والعمل هي اللوحات الفرايحية تجزد انتصارات جيشنا البطل في سوريا وفي كل أراضي سورية المعرض تضمن عددا من الأعمال اليدوية إضافة إلى رسوم ولوحات للأطفال عبروا من خلالها عن حبهم لوطنهم والتمسك بترابه أنا كنت مشارك في هذا المعرض ورسمنا هالرسمات أنه عن انتصار جيش العربي السوري بهمني هذا المعرض كتير أنه نحن اشتغلنا فيه ومن أعمالنا الفنية هدول الأشياء وإن شاء الله يكون معرضنا أحلى معرض أهديوا لجيش العربي السوري اللي دافع عدنا بس أريد أن أوصل الرسالة أنه الأطفال اللي السماك يدخلوا على المدارس خليه يدخلوا بشأن يتعلموا شغلات أكتر ويشاركوا بالمعرض سوريا اليوم قوية بأبنائها وشعبها هي رسالة من أطفال سوريا إلى كل العالم أن بلدهم عصية عن إرهابهم رحلتنا الثقافية خلصت فاصل صغير وبنتابع في بائي فقراتنا لليوم محطتنا هلا أكيد مع الراحة النفسية شوي خلينا نقوله التنظيم والتخطيط كتير هي ضغوطات الحياة يلي بتواجه الإنسان وبتسرق حيويته وطقطه على إنجاز الأعمال وأحيانا كتير بتخليه عاجز عن القيام بأي فعل لهيك نحن بحاجة دائما لشحظ الهمم من الجديد والدفع بأنفسنا للأمامة أكيد سلمة على هذه الأرض ما يستحق الحياة عبارة قال الشاعر محمود درويش منذ أعوام لتكون من الأقوال المحفزة اللي ممكن نبتدي نهارنا فيها ولنحكي أكتر عن موضوع حيوي يمكن يقدر يعطينا أكسجين الرضا والسعادة وهو التحفيز خلونا نرحب معنا بالستيديو والدكتورة لوبنا شارع مديرة التنمية الإدارية بوزارة الثقافة سعد صباحك صباح النور صباح الخير أهلا بداية خلينا نعرف المشاهدين شوي بمفهوم التحفيز تمام التحفيز هو أي سلوك أو إيحاء أو كلمة ممكن نحن نستخدمه لحتى نأثر على الشخص اللي مقابلنا لينفذ عمل معين كيف بيكون هذا التأثير بيكون أنه نحن بهالكلمات أو السلوك اللي طبقنا عليه أثرنا على زيادة الرغبة عنده على زيادة الدافعية على إحساسه بقدرته على تنفيذ العمل لأنه أي عمل بيحتاج لرغبة زائد قدرة موجودة عنده لكن هو ما نقدران يحس فيها فزدنا له الإحساس بالقدرة بالإضافة لأنه حسسنا بالرغبة فيها طبعا فبينفذ هو العمل بتكون آثار التنفيذ على عدة مستويات نفسية واجتماعية ومادية فهي باختصار أنه التحفيز هو سلوك نحن بنعمله لنأثر على الشخص منزيد الدافعية فبينفذ عمل بجودة معينة يمكن لبناء حكينا أكتر من حلقة قدش مهم يكون عندنا هدف بالحياة لنقدر نحفز يمكن كتير من مقصص بحياتنا دعونا نحكي اليوم التحفيز بكل الظروف الصعبة التي نعيشها كيف ممكن نحفز أنفسنا المحيط كيف يلعب دور بالتحفيز تمام في عنا مجموعة أنواع للتحفيز ممكن نصنفه لتحفيز مادي ومعنوي فمثلا التحفيز المادي هو مثل إذا بالأم ربط المنزل وقت ابنة ياخد علامات عالية فهي تجيب له هدية هذا تحفيز مادي يعني يعطته شيء مادي ملموس بالعمل التحفيز المادي ممكن تكون مكافأة يعطيها رئيس العمل لموظف معين عمل نشاط جيد أو عمل فكرة مهمة دعمة العمل فهذا بالنسبة للتحفيز المادي التحفيز المعنوي كلمة حلوة مثل لما الام تحضروا ولادها هنا عبيعملوا مسرحية أو عبيعزفوا على المسرح فهي بتبتسام بتشجعون بتعمل لهم تمام هاي الحركات أو الإيماءات البعيدة كتير بتحفز الطفل أما بالنسبة للعمل فمثلا شو ممكن يكون الحافز المعنوي شكر ممكن يكونوا قاعدين باجتماع فيجي رئيس الجلسة أو المدير يشكر موظف معين على أداء عمله فهو ممكن يكون شكر ممكن يكون بطاقة تقدير هي ما إلى قيمة مادية لكن إلى قيمة معنوية كبيرة من الامثلة اللي كتير منعرفة كلنا عن تحفيز معنوي كان قصة أديسون وقت طلعوا من المدرسة بعتوا رسالة لأمه أنه ابنك فاشل ولا يمكن أن نقبله عندنا بالمدرسة فهي شو عملت معه؟ هي طبعا ما بتعرف شو أبعاد القصة هي أخدتها من جانب تاني من جانب أنه أنا ما بدي أحبطه نفسيا أنا بدي أعلمه بدي أعمله شخص جيد قد ما بقدر بس ما توقعتي طلع به النتيجة الرائعة فشو عملت؟ هذا تحفيز معنوي قالت له بالمدرسة خبروني أنه هنين ما بيقدروا يوصلوا للمستوى تبعك عكسة له القصة لأنه أنت مستواك كتير عالي أنت بدك منهج خاص فيك الباقي الطلاب مع بيقدروا هنين يوصلوا لمرحلتك فلازم أن علمك تعليم ذاتي قعدت هي تعلمه هذا طبعا الشي ما اكتشفوا أديسون لبعد عشرات السنوات لبعد ما توفت والدته بس طبعا شوفوا الأسر اللي تركوا على هذا الطفل من لما طلع من المدرسة قد كانت تحطم لو ما أمه استخدمت هاي الطريقة هذا تحفيز معنوي فشوفوا قد مهم وقد فعال هلأ هاي التصنيف الأول للتحفيز مادي ومعنوي تصنيف الثاني هو تصنيف للأفراد تحفيز فردي أو تحفيز لجماعة مجموعة طيب شو الفرق وأي الأفضل التحفيز الفردي بيشجع على المنافسة مثل الام لما تقول لابنة شوف فلان قديشه شاطر وعلاماته عالية وكذا هلأ هذا جيد بس ما لازم تستخدمه باستمرار لأنه دايما لما تحطوا له شخص مقارن هو أفضل منه رح يصير في عنده حقد عليه نزعات لقوي نزعات شوي من الأفراد فهي ممكن تحفزه لدرجة بس رح تولد عنده دافع كره لهذا الشخص فهي الام شو المفروض بهذه الحالة تعمل أنه بما أنه المركز الأول هو ممكن يكون فيه كل الطلاب بالصف فأنا ليش لحد تقارنه بحدا؟ لا أنا بقول له أنت لازم تكون علاماتك كلها عالية ما حدا أحسن منك طيب تعال نشوف أنت بشو مقصير مو بالضرورة تقارنه باستمرار بحدا رغم أنه المقارنة جيدة بس مو دائمة بحدود دنيا تمام لأنه مثل ما بنعرف قصص النجاح نحن نروح نتعلم منا فنحن لازم نشوف الآخرين شو عا بيعملوا بس ما يسببوا لنا مشكلة نفسية طيب نحن قلنا التحفيز الفردي بيولد منافسة وهو مهم في قصة كمان اليوم بنا نحكي كتير عن الأمثلة اللي بنعرفها قصة السلحفات والأرنب هلأ نحن تلنا فهي ممكن قصة كل العالم ربيت عليه كل العالم ما رح أحكيي أنا بس رح أحكي الهدف مننا شو الهدف من هاي القصة؟ إنه الشخص لو كان إمكانياته ضعيفة لكن هو قادر إنه يربح يكسب أو يحقق اللي بده يا فهي بتحفز مين هاي القصة؟ نحكي له ياها بتحفز الشخص اللي إمكانياته ضعيفة إنه ليش في هيك قصة وكل عالم تعرفها فأنت ممكن إنه تبرز بمجال معين طيب هذا الإصدار الأول للقصة نتيجة تطور العلم والدراسات والأبحاث صاروا ينظروا للقصة بمنظور تاني شو هو؟ طيب أنا مو دايما عندي نفس الأرنب اللي هو رح يسها ورح يتلرك لي فرصة صح؟ صح؟ صح فأول الشي إذا أنا الأرنب هو الشخص اللي عنده إمكانيات لكن ما نو ملتزم بحكي له نفس القصة بس بحكي له ياها أنه أنت بالإصدار تاني أنت إذا انتبهت على أخطاءك وما أصرت أنت اللي رح تكسب وبالفعل منشوف إذا الأرنب أو الشخص اللي عنده إمكانيات عالية بس هو مضيعة هو ممكن يكسب السلحفات طبعا هو عكس لنا القصة تمام؟ هلأ هي قيمة منحكيها للأطفال في كثير من الولاد هنين المميزين جدا لكن علاماتهم مو تامة ليش؟ دائما الأهل لما يشوفوا حالهم في يون والأستاذ بالصف أنه برافو وهو نتيجة أجوبته السريعة والمباشرة بالصف بيقوم ما بيدرف أنه أنا شاطر وزكي وكذا فبيقوم بينقصوا كم علامة ما بيحصل المرتبة الأولى دائما الشخص الزكي أس كواحد بالصف لأنه بيعتمد بس على قدراته الزاتية ما بيبزي المجهود فمنحكي له قصة الأرنب لما هو لا ما نام لما هو كان عنده مسؤولية والتزام فالقصة الأولى البطيء والمسابر بفوز القصة الثانية هديك عن صلحفات قصة اللي عن الأرنب هلأ من أولى للولادنا اللي هنا بالحالة الثانية إنه الأرنب إذا ما سهي هو بيحقق المركز الأول هذا شو عم نشجع تشجيع أو تحفيز فردي عم نولد منافسة بين اتنين طيب هلأ منرجع للولاد اللي هنين إمكانياتهم أقل هدولي الأشخاص مو دائما بيتحلون البيئة بيتحلون إنه هنين يتميزوا فشلون هلأ مو بس للأطفال حتى للشباب واللي بعمر الجامعة وأكتر لازم يفكروا بهذا المنطلق إنه أنا أنا موجود بإمكانيات ضعيفة بعرف حالي بمجال معين وفي حدا أهم مني بإمكانياته بهالمجال فشو هون بتعمل السلحفات والأرنب بتقول له السلحفات شو رأيك نغير الهدف ما نروح من هداك الطريق بدنا نروح من هذا الطريق وهداك هدفنا على التلة الثانية بيوافق الأرنب كونه إمكانياته واثق فيها هذا عم نحكي تحفيز فردي فهي القصص لازم نحكيها للأطفال أو حتى للشباب بالورشات التدريبية فبيروحوا من الطريق الثاني مين اقترحوا السلحفات ركض الأرنب بيوصل لأرنب معينة على ضفة نهر ما فيه يقطع النهر فشو وقف وصلت السلحفات بعد ساعتين تسبح سبحيت وكملت فهي فازت شو معناته معناته الشخص الإمكانياته ضعيفة يبحث عن البيئة اللي بتخليه يبرز السلحفات برزت بمكان ما بيقدر يمرق فيه الأرنب بس هون فيه نوع من الخداع يعني كمان نحن لازم ننتبه شوي أنه مو الشرط إذا أنا قدر وفر لنفسي إمكانية جيدة أني استخدم نوع تاني هو الخداع لا هو ما خدعته لأنه بإمكانه يشوف الطريق هن الاثنين قاعدين بس هو من شعور العظمة بذاته أنه أنا قادر على كل شيء ما همه الطريق ما فكر فيه تمام؟ مثل وقت القصة الأولى هو أنه كان كتير واثق بإمكانياته فنام تحت الشجرة تمام؟ فنفس المبدأ هلأ نحن بالحياة كل الأشخاص موجودين عنا فنحن إذا إلنا بدنا نعمل هلأ هاي هي كيف نسقطه على الواقع مثلا شخص هو فنان وناجح بالفن مو بالضرورة يقول أنا بدي أشتغل شغلة إدارية لحتى أترقى بمنصبي ليش؟ لأنه هو بالفن ناجح أكتر هون منقدر نسقط هديك القصة على هاي نفس الشي شخص هو رائع بالتدريس مو ضروري يكون هو يصير مدير أو يستلم مدير تربية لا أنت كمعلم رائع أسلوبه تدريسي جيد فيخليه بمكانه بيكون بارز تمام؟ هاي صار عندنا ثلاث قصص عن السلحفات والأرنب هذا كله منشتغل عليه تحفيز فردي بشجع المنافسة لأنه بآخر قصة كمان رجعت كسبت السلحفات برزت بمكانه بالمكان اللي فيه مؤهلات فيه منجي على النوع الثاني تحفيز الجماعي وين ممكن يستخدم هاد؟ بالصف المعلم أو المدرس بيحفز الطلاب بعدة طرق مثلا بيشجعون على الحكي أنه يناقشوا على الحوار على أنه يعملوا مثل مناظرة بين بعضون هاي واحدة من أساليب التحفيز للواحد يطلع عن الخوف اللي عنده يطلع بالمعلومات اللي عنده يشارك فيها الآخرين يقترح أفكار جديدة ممكن كمان بالعمال بالعمال بفرق العمال منلاقي المدير بيشجع الفريق أو بيعطيه مكافآت أو تحفيز معنوي الفريق اللي أدى المهمة بطريقة جيدة تمام؟ لأنه هي ما فيه شخص وحيد هو اللي ينفذ هاي المهمة فبالتحفيز الجماعي إذا بنا ناخد كمان قصة شوفوا قدي الدراسات النفسية عن قصة السلحفات والأرنب بتوصلنا لأماكن كتير بعيدة إذا أخذنا قصة السلحفات والأرنب بس بدهم يشتغلوا كفريق عمل أمتى بيشتغلوا لما يكون الهدف واحد مو الهدف المنافسة متل وقت قلنا تحفيز فردي بيولد منافسة هون المجموعة تحفيز المجموعة بيولد لي الوصول للهدف فأنا بالمؤسسة هدفي هو هدف المؤسسة مو هدف فرد بالبيت الأم هدفة البيت كله يكون منسجين فيه راحة فيه انسجام بين الموجودين فيه فشو بيعملوا هون السلحفات والأرنب بالإصدار الرابع للقصة بتجي بيتفقوا بما أنه الطريق فيه هاي المشاكل وأنا عندي مؤهلات بمكان معين وأنت عندك سرعة بمكان معين أنا بقدر أصبح بالنهر وأنت بتركض بسرعة كتير فشو عملوا اتفقوا مع بعض فأجا الأرنب حمل السلحفات بالمسافة اللي هي طريق فوفروا الساعتين اللي هي استهلكتون بنص طاعة وهي حملته بالمي وقف عليها وصبحت فحققوا المهمة بأنه وصلوا للهدف مع بعض بوقت أصدير وبيجهد أقل لأنه هي مرة حملته وهو مرة حمله فالجهد والوقت أقل طبعا بالمؤسسات لما بنسقط هذا الحديث بيجي كل شخص من فريق العمل مختص بالمهمة تبعه بيشيل أو بيحمل الفريق لما يكون دوره لما تكون مسؤولية على عاطقه هلأ وبيتخصصه وبيترك دور قيادة الفريق للشخص الثاني لما يصير المهمة هي مهمة الفرد الثاني بيتخصصه فبتتبتل القيادة بقيادة الفريق حسب الشخص ليش؟ لما نشتغل تحفيز جماعي ولما يكون هدفنا واحد هدف للمجموعة فمعناته أدي أخدتنا قصة الصلحفات والأرنب لزوايا بعيدة تماما لمطارح تانية بالتحفيز بدقيقة بس دكتورة لبنان ناخد منك النصيحة أخيرة لنجاح التحفيز بحياتنا نجاح التحفيز كتير فيه إله أمور سهلة وبسيطة ومتوفرة عنها رح أحكي بس أنا جزء بسيط منها أول الشي نقرأ عن قصص النجاح لأنه منتعلم منها وشغلة الثانية اللي أنا بلاقيه كتير مهمة هو فيه كتير أمور مهمة بس اللي أنا بلاقيه تأثيره كتير كبير هو نقعد مع الأشخاص الإيجابيين الشخص الإيجابي بيرفع من طاقة اللي مقابله مثل ما هلأ أنا قاعدة معاكم والمشاهدين كلهم شكرا بس يشوفوا الابتسامة هذا بيعلم النفس بس يشوف الشخص الابتسامة فهو تلقائيا بيرتاح بيعمل راحة نفسية تمام الراحة ضرورية لنبلش نهارنا فيها لنبلش بإيجابية لناخد جرعة تحفيز وبناءً عليها منبلش بعملنا وبتحقيق هدفنا أكيد ونحن كماننا نتشكر وجودك معنا يمكن فيه شغلات بسيطة هي بتكون بين إيدينا نحن بنجهلها معك بنقدر نتذكرها وأكيد المشاهدين شكرا كتير إليك دكتورة لبنى أهلا وسهلا فيكم دكتورة لبنى بشارة شكرا لوجودك معنا أما هلأ مشاهدينا بننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي بهاء الخير يسعد صباحك بهاء صباح الخير إليك نور وصباح الخير إليك سلمة مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري استهدفت مقرات وتجمعات شبهة النصر الإرهابية بريف حمص الشمالي ما أدى إلى مقتل مجموعة إرهابية بكامل أفرادها في تل أبو السناسل ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين في الدبور واجوالك كما دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة نفقا مع تفرعاته للمجموعات الإرهابية يمتد من شركة شيري باتجاه أوتسترات حرستا بريف دمشق إلى ذلك استهدفت وحدات الجيش تجمعات إرهابية جبهة النصرى شرقية كفرناسج ومغر المير بريف دمشق ما أدى لمقتل أربعة إرهابيين وتدمير مدفع لهم وعدد من الدشم والسواتر والآليات سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على جبل عنتر وثلات الأفغان وبعض التلالي الاستراتيجية المحيطة بثلات تاج شمال شرق تدمر ترجمة نانسي قنقر وفي فلسطين المحتلة أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين واعتقل آخرون إثر مدهمات ومواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال وذلك في بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة وأفدت مصادر فلسطينية أن دوريات الاحتلال دهمت البلدة وأطلقت العيرة النارية والقنابل الغازية بكثافة بالتجاه منازل الأهالي وعقعت إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع كما هدمت آليات الاحتلال منزلين في بلدة جبل المكبر بالقدس وثلاثة منازل بأريحة بحجة أعدم الترخيص أعربت النمسا عن رغبتها في الخروج من اتفاق توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي بموجب نظام الحصص معللة تنسعيها إلى ذلك بأنها قد وفت بالتزاماتها أمام الاتحاد باستقبال اللاجئين وأعلن المستشار الفيدرالي النمسوي كريستيان كيرن بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي أنه يجب علينا أن نقول بيوضوح أن النمسا قامت بأكثر مما يتوجب عليها ونعتقد أنه يجب استثناء النمسا من هذا البرنامج لأنها قد وفت بالتزاماتها أعلن مصر قضايا فرنسي توجيه الاتهام في قضية وظائف وهمية إلى بينلوب فيون زوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن المصدر قول حين قضاة التحقيق وجه إلى فيون تهم التأمر واختلاس الأموال العامة واخفاء استغلال ممتلكات عامة واخفاء احتيال خطير لتصبح ثالث شخص يوجه إليه الاتهام في هذه القضية بعد زوجها خلفه في الجمعية الوطنية مارك جلو نهاية الموجز والآن عودة للزميلات في السوديو صباح نغير أما هلأ منتقل لفقرتنا الأخيرة مع مساحتنا الطبية لليوم سلمة أكيد نور مساحتنا الطبية لليوم بعالم التجميل للأسنان فمع تطور التكنولوجيا والطب صار من السهل والممكن تلافي أي أخطاء أو تشوهات موجودة بالأسنان أكيد سلمة فطبيض الأسنان يعتبر من أهم إكسسوارات الجمال وطرق التجميل التي يبحث عنها الناس وخاصة النساء منهم والسبب كما يعرف لدى الجميع هو أن جمال الأسنان هو سر جمال الابتسامي للوقوف أكثر عند موضوع طبيض الأسنان معنا بالستوديو الدكتورة ريم ناصر يسعد صباحك صباح الخير صباح الخير دكتورة صباح نوريا بالبداية فينا نتعرف من حضرتك على أنواع طبيض الأسنان الطبيض اللي هو أنواع يعني بينقسم نوعين من ناحيتين أول الشي عندنا شي شي اسمه طبيض خارجي يلي هو الطبيض اللي كل عالم تعرفه اللي ابتسامي بتغير لون الأسنان كله بيكون غالباً بينشغل على كل الأسنان مو على سن واحد فهذا الطبيض الخارجي كمان نقل له أنواع اللي هو طبيض المنزلي اللي بنعمل فيه أوالب للمريض طبعاً لكل مريض له القالب تبعه وفيه تيوبات طبيض معينة بالطبيض فيه شي اسمه الووكينج بليتش يلي هو الطبيض داخل العيادة عيادة الأسنان بيتحفز عن طريق مواد نحن ما نحطها وفيه شي الأخير اللي هو المشهور عند العوام باسم الطبيض الليزري هو الطبيض طبعاً هي معنى ليزر بس الأشعة محفزة أشعة اللي بتستخدم أشعة الزوم بتستخدم بتحفز نوعية معينة من مواد الطبيض بتعطي فعالية سريعة وكبيرة شوي أكبر من غيره وأسرع من غيره هاي بالنسبة لأنواع الطبيض الخارجية اللي هو بيستخدم على كل الأسنان عنا الطبيض الثاني اللي شوي أقل استخداماً اللي هو الطبيض الداخلي الطبيض الداخلي غالباً بيستخدم على سن واحد اللي هو بيكون فيه تلون صاير على بني صاير على أسود غالباً أو مغالباً ومفروضه يكون مترافق باستقصال اللوب أو صحب السن اللي بيكون حسب العوامة بيقوله مسحوب عصبه فبيكون لونه متغير بيكون لونه على بني على أسود على زراء طبعاً هي رتيجة خطوات معينة أثناء المعالجة اللوبية فبعدها بيصير فيه شيء اسمه طبيض داخلي مواد بتنحط داخل السن نفسه بتنحط لمدة معينة بعدين بتنقم ببيض داخل السن بعدين منحط حشوات تجميلية بتنعسب هذا اللون هذا السن طيب دكتورة ريم خليني نحكي قداش يمكن للطبيض ممكن يضر الأسنان ولا لا يعني فيه ضرر للطبيض إن كان لازري أو منزلي وأنه الأفضل يعني أنه اللي منفضله هلأ الضرر هلأ هو أكيد ما رح يسمحه فيه كممارسات بعيادة كأنواع علاجات وفيه هالضرر هلأ هو فيه أثناء عمليات الطبيض بتصير قصة إنه نحن الميناء عنا مؤلفة من المواشير اسمها إنامل رودز أو مواشير مينائية فأثناء ما عم يفوت الطبيض لما بدون ينشغل لما بدون نبلش فيه إحنا بنعمل قبل تنظيف للسه بحيث نقيم أول شيء أو لسه بالأسنان بحيث نقيم أول شيء كل الترسبات الموجودة على هذول الأسنان تمام بحيث إنه مادة الطبيض توصل لقلب الأسنان بشكل أفضل بعدين بيصير إنه المادة لما بدون توصل بدون توصل لقلب الميناء ولقلب العاج السني بتوسع شوي بتفتح المواشير المينائية لتسمح مادة الطبيض طبعا فيه أعليه معينة بتوسع فيها لتسمح لمادة الطبيض إنه تفوت بهذول المناطق فلما فاتت الفكرة إنه أثناء بتحفز حساسية للأسنان تمام حساسية سنية لها بيصير اللمعة المترافقة طبعا هي بتختلف بين استجابة كلمة يلي هو ممكن إنه ما تبلش لمعة لآخر شي ممكن ما يحس بأي لمعة أبدا ممكن إنه من أول يوم طبيض يحس إنه فيه كتير حساسية عالية وكلما زادت نسبة الحساسية يعني القلم الناتج عن هاي الحساسية كلما اللي بيصير إنه يعني بتتأخر لتروح تمام إنه بيصير إنه يعني بلشت أبكر بلشت بشدة أعلى فهي بتتأخر لتروح لكن هي أكيد بتروح هلأ فيه شي تاني مرافق إذا كان فيه سوق تطبيق سواء أثناء إذا التطبيق المنزلي أثناء اللي عم يعمل الأوالب لأنه هو بنعمل عن مخبر الآلب لكل مريض وسواء أثناء تطبيق الطبيب بعيادات الووكينج بليتش أو التطبيق الليزري اللي هو إنه نحن دائما لازم نكون بعاد عن اللسة حوالي 1 ميلي متر ليش؟ لأن نماضة الطبيض بتحرط شي اسمه امتصاص خارجي أو داخلي للأسناء يعني السن منه لحاله بتصير مثل بيتاكل عن منطقة العنق اللي هي المنطقة القريبة عند اللسة بيصير مثل تآكل فيه بيتحرط طبعا عن طريق شي اسمه كاسيرات مينا كاسيرات عاج بمنطقة العنق أو من جوه اللي هنه كاسيرات العاج هنه أو الأدونتوكلاس اللي هي بتصير بتاكل من منطقة اللي بالعاج لبره هلأ هاي بتكون نتيجة غالبة نتيجة سوق تطبيق لأنه امتصاص داخلي يعني مفروض ان احنا ما نقرب على منطقة العنق أبدا طبعا هاي القصة بتخلي المرضى انه ينزعجوا انه بيقولوا لك انه أنا واحد اول واحد ميلي عند اللسة ما بيض هلأ انه اوكي ما بيض بس كل السن بيض أولا وثانيا انه حماية يعني كمان ما بدنا نبيض اكثر حماية لسن اكيد انه ما عمنا نحرض امتصاص ثانيا الامتصاص ما بيحس فيه المريض لبعد فترة تمام ومشكلة انه قلوه اثار سيئة كتير يعني فهي اهم الاشياء هلأ الامتصاص قلنا انه يتجاوز عن طريق التطبيق الجيد عنا موضوع الحساسية التالية للطبيض هذا الشيء يعني بعد الطبيض نحنا منحط في عنا طريقتين معالجة اما انه منحط له بعد انتهاء الطبيض اهم الشيء انه بعد ما خلصنا وصلنا للنون المطلوب للبيض المطلوب بنحط مواد فيها نيترات بوتاسيوم هي مواد ضادة للحساسية السنية بتحسن بسرعة كبيرة طرعنية بتنحط بقلب قلب الطبيض نفسه او عند الطبيب ممكن يطبقها بشكله طبعا مانا مزعجة بفرشاية صغيرة انه بدون اي الام مجرد انه بتطبق على الاسنان بنترك السن شويلا يمتص هالمادة مع العزل المناسب او كمان نفس الشيء ممكن نطبق كمان مشان تقوية الاسنان تقوية الاسنان والتقوية ضد المناعة ضد الحساسية او معالجة حساسية هو تطبيق الفلورايد هاي اهم شغلة بعض الطبيض بعض الطبيض بيكون في عنا الفلورايد مثل ما قلت انا الانامل رودز او المواشير المينائية بتكون متفتحة بيكون قدما السن بياخد مواد مبيضة وبيفتح اكتر مجرد ما اخد اي اشياء ملونة اثناء مرحلة الطبيض كمان بياخدها اكتر يعني اذا بدو يتصبغ شوي اثناء مثلا نس كافي او الشاي او الكولا مثلا فهو بيصير اثناء فترة الطبيض لأ بيتصبغ اكتر اذا كان بدو يتصبغ مثلا واحد بالمية بيصير عشرة بالمية فترة هاد الطبيض فانحنا بعد انتهاء الطبيض كتير مننصحهم نركز على قصة انه ينحط شي اسمه فلور مسل فلوري عند الطبيب تمام انه بينحط على الاسنان منه باول مواشير المينائية بيخليها ترجع تسكر على بعضها مشان ما بقى يسمح لأي ملوينات او يخفف كتير من امتصاص ملوينات ومنه مشان بيروح هاي الحساسية السمية طيب دكتورة انت بشكل عام ما بتنصحي اكتر بخلينا اقول الطبيض المنزلي ولا الطبيض عند الطبيب وخصوصا انه مثل ما قلتي او شرحتي بالتفاصيل طبيض المنزلي اذا ما كان فيه دقة فيه ممكن يأثر سلبا يعني حتى يضعف الاسنان هلا هنا الاثمين اذا ما فيه دقة هلا المنزلي احنا عنا اكتر نتيجة لا مو النتيجة هلا نتيجة ممكن الليزر ياسرع هلا هاي حسة لان مثلا المريض قعد جلسة واحدة خلاص خالص او ممكن جلستين اذا كان شوي انه صعب انه صعب انه بيضه بس طبعا مو كالانواع عشان نركز على هذا الموضوع لانه المرضى كتير يعني متعذب معاهم بشرح هنا فيه اجهزة معينة هي اجهزة ما بدنا نقول اسماء شركات لكن هي شركة معينة بتعطيها ده النتيجة البياض الاوي كتير هي طبعا تجي اغلب كتير كارتفاع تكلفة معاديها لان الشركة بيكون انه مواده مع جهاز الطبيض اللي هي الشععته هي اللي بتحفز هذول المواد فهذا لناحية طبيض الليزري يعني ممكن انواع الطبيض الليزري هي صحيح انه ليزري هي مجرد انه طبيض بتفعل بالضوء لكن في عنا شي انه مثلا منظمة الاف دي اي منظمة الصحة والغذاء الغذاء والضواء العالمية مثلا ببريطانيا ما بيسمحوا بالليزري بيسمحوا بس بالطبيض المنزلي باقل تركيز ممكن اللي هي عشرة بالمية يعني مثلا احنا هون بسوريا او بشكل عام بمناطقنا اللي بيحبوا بيحبوا النتيجة الاسرع والمبالغة دائما والابيض كتير دائما عندنا مبالغة بالطلب نحنا كمجتمع عندنا مثلا ان احنا منحط الرينج هو لعشرين بالمية مشاعنا نلاقي النتيجة اللي ممكن ترضي المريض نحاول باسرع وقت ممكن لكن هو المنزلي هو الاقمن اكيد هو الاقمن للمريض لما بينصنع المخبر ما بده كتير دقة بالصنع يعني بده دقة لكن ما نصعب الوصول لهذه الدقة نحنا مجرد ان نبعد بالسبيسر اللي بيحطه المخبر انه نص ميلي او ميلي عن منطقة العنق بيحط المريض ما فيه اي مشكلة الانواع الجديدة اللي عم تنزل من الطبيض المنزلي كتير منيحة كتير عم تعطي نتيجة قوية يعني صراحة تضاهي الليزري وعننا موضوع الكلفة المعدية الاكيد المنزلي كتير اقل كلفة معدية من الليزري هلا يلي مثلا الشي الوسط بيناتهم يلي هو الووكينج بليتش او الطبيض داخل العيادة لكن ومو باجهزة الليزر بالاجهزة العادية اللي عنا بالعيادة بيعطي نتيجة منيحة وحلوة والمريض اللي عنا كمان هي القصة طرع اللي ما لدي خلق حط والله ومدة اسبوع حط فيه بثلاثة يام مثلا النوع فيه شي بثلاثة يام تركيز اعلى لكن بيتحمل حساسية اعلى بس الووكينج بليتش انو هنن دائما نحن منركز على قصة انو المدة الطبيض من الاول ما تنحض ماضي الطبيض على السن لحد ما خلصنا ما بدأت تتجاوز نص ساعة هلا اول الشي نحن ممكن نعمل اجراءات العزل الجنجيفة الباريير اللي هين نمنع وصول مواد الطبيض عند اللسه هين نحن منطبقة اثناء اثناء العمل لكن احنا موضوع ان مادة الطبيض من لما نحطت على الاسناء لازم ما تتجاوز نص ساعة هاي تعليمات اساسية بكل مراحل الطبيض اذا انتظمنا فيهم فهنا نمنع لكن انا بس القصة اللي اتهت عنها انو هو الووكينج بليتش ولي بيجي بالنص يعني طبيضه بيجي بالنص بين المنزلي وبين الليزري طبعا المنزلي والليزري اذا انتظمنا عليهم كتير بيعطوا نتائج قريبة لبعض الميزة بالليزري بحالات اللي المريض عنده القدرة المادية يدفع وسنانه ما عم تستجيب لان في اوقات نلاقي سنان ما عم تستجيب او بيضي شوي في ناس نلاقي سنانه انو فورا فرقت فورا عطت نتائج مثلا درجتين ثلاثة باللون في ناس لأ انو والله من اول الطبيض لاخله لاخله انو درجة واحدة فبهدول الناس ممكن ان الليزري دكتورة ريم ناصر دكتورة في طب مدعوات الاسنان وتجميل الابتسامة شكرا لوجودك معنا شكرا للك شكرا لك دكتورة وصباحك هيك ابتسامة حلوة مثل صباحك على طول شكرا لك شكرا مهلا نور وصلت حلقتنا لليوم لنهايتها اكيد نحنا رح نبقى على الموعد كل يوم الساعة 9 الصبح ابقوا معنا على الموعد وكل اللي بيحب يطلع على آخر الاحداث والمستجدات ابقوا برفقة شاشة على مدار اليوم تبقوا بألف خير ونهاركم سعيد باي 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 سلمة وأكيد تحيتنا دائما بالبداية والختام لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري بكم النصر يولد من جديد كل يوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة